حقيقة لأنه يستغل ضرب الوسط من جميع الجهات الخارجة على الوسط طبعا نحن تحدثنا في أكثر من حلقة أن السلفية المعاصرة سلفية تدعي الانتماء إلى السلف الحقيقي وسلف الأمة وهم علماء الأمة وكثير من علمائها وأئمتها الذين اتخذوا لهم سمتا معينة في التعامل مع النصوص هذا موجود السلف الحقيقي موجود لكن الآن حضرتك تشوف مثلا ما يحدثه ما يحدثه الآن أخواننا وأولادنا اللي هم مصررين على أن هذا هو المذهب الصحيح هذا مذهب السلف طبعا لبسوا قميص السلف وليسوا بسلفية أيضا يضرب الوسط الوسط الإسلامي الحقيقي من قلة من مثلا العلمانيين وهم قلة للحسن الحظ الذين يريدون أن يهيلوا التراب على تاريخ ثقافة الأمة فأي شيء مثلا يريدون أن يهجموا عليه أو يهيأوا النفوس ونفس القارئ حتى في الجرائد يحدث هذا علشان ينتزع أو علشان يعتموا عليه أو علشان يهدموه أو يهيلوا عليه التراب يأخذون من ذلك يصفونه بأنه السلفية يعني الحرأة السلفية أو الاتجاه السلف الرجعي يأخذون منهم دليلا على الإسلام دليلا على الإسلام ليهاجموا الإسلام فمن هنا وجب فعلا الاستمرار في هذه الحلقة أو في هذه الحلقات لبيان ما معنى السلف من هم السلف هل ممكن أن أنا الآن أضرب ثقافة الأمة 14 قرن بتحت استعير أو ألبس قميص السلفية لأن السلفية الآن تقدم بشكل مشوعة أو السلفية أصبحت في أزهان الناس محملة بمعاني سلبية جدا شيء منفر مش شيء منفر فلما تقول لي والله الإمام الشافعي سلفي لا كلام دا ما ينفعش التراث الإسلام إذا تراث سلفي ما ينفعش كلام كلام دا علميا غير مقبول ويجب التنبه إلى هذا فإذا السلفية مسألة السلفية أو مصطلح السلفية المعاصر عمل لنا مشاكل على أكثر من جبهة أولا تقديم الإسلام تقديم فيه كثير من التضييق والتشدد ولا يمثل السلف الحقيقي وده اللي بيقوم بأولادنا السلفين أو المنتمين إلى السلف ثانيا هذا المصطلح أيضا حينما يراد يعني تغريب زهن الأمة وتغريب عواطف الأمة عن تراثها وعن تاريخها وعن ثقافتها وحضارتها والرمي بها في أحضان ثقافات أخرى غربية أيضا يتم ضربة كله تحت لافتة أن هذا سلف فيجب تحرير ماذا تعني السلف وما عدا ذلك ليس لا نستطيع أن نقول إنه سلف السلف الحقيقي هذا شيء نفتخر به في تراثنا السلف الحقيقي شيء نفتخر به ونعتز به تماما وهو موقف يظهر مدى دقة الذين اتجوا هذا الاتجاه الورع جدا دقتهم في فهم أين يقف العقل وهؤلاء الضلف أبدا لم يشذوا عن صحيح الإسلام بالعكس ده هم قلب الإسلام قلب الإسلام لكن ليسوا هم في الميدان وحدهم معهم الذين يعني يعني دخلوا في معركة كما قلنا قبل ذلك دخلوا في معركة التفسير المتشابهات في القرآن الكريم دائما مطلقنا في السلف وغير السلف هو الآيات المتشابهات والآية التي تحدثنا عنها في سورة العمران كثيرا أن هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات وأن المتشابهة الناس فريقين يعني العلماء الأمة أو أئمة الأمة ده السلف الصحيح فريق وقف من هذه الآيات وهذه الآيات مشكلتها إيه مشكلتها أنها أن ظاهرها أو أنه يفهم في زهن العوام وزهن الناس وزهن القراء الذي يقرأ القرآن لأول واهلة أن الله يشبه بعض خلقه في أعضاء جسمي حين مثلا يوصف الله بأن له يدا وردت آيات القرآن في اليد مثلا يد الله فوق أيديه فاصبر فإنك بأعيننا أضيفت العين إلى الله سبحانه وتعالى أضيفت اليد إلى الله سبحانه وتعالى أضيفت القدم أضيف إليه فعل النسيان ناس الله فنسيهم أضيف إليه فعل المجيء وجاء ربك الإتيان النزول الضحك أسقط على الله سبحانه وتعالى هذه الآيات لأهزناية موسيقى موسيقى